سؤال محيارني جدا المنطقة اللي انا ساكن فيها في اكتر من خمس جزارين لمن يسأل ده ينسون عشان بس ما تركزوش اسعار اللحم عندهم مختلفة تلتمائية واربعين تلتمائية وخمسين وربعمية اغلى واحد فيهم بيبيع اكتر واحد اغلى واحد بيبيع اضعاف الرخيص ايه السبب لده؟ الحم ممكن يكون الجزار عامل ليه شخصية ممكن يكون معمول بالفترة كذلك اللحم مختلف عن بعضها نوع وعمر الماشية التغزية بتختلف الرخيص بيكون بقر جموء كبير وجموز كبير واوزان كبيرة تربية مزارع واعلاف قليلت الجودة والعكس الغالب يكون عمر تحت المتوسط وتغزية جيدة واوزان تحت المتوسط الرخيص جدا ان يأما اللحم مصابة او مستورد او مفكوك او مخلوط بلدي على مستورد بالاضافة للغلش في الميزان الجزار زي الحلاق زي السامكاري والسباك اللي بيخليك تتعامل مع واحد واحد لا الصنعة والمعاملة والامانة ومخافة الله والطعم طبعا بيختلفه كمان نوع العلف اللي بتعلف البيت دبيحة وثقة الناس فيه وخوف من الله عز وجل فيه الميزان او يحط عظم او دهن او لحمة بيضة هم ليهم مسكة كده تلفها وبيقطع لحمة حمر ومشفية تروح تلاقي اللحمة بيضة وكلها دهن وعصب او كسرة عظم وصيب الارزاق على الله وقول يا رب ورب انك تب لناس رزي الحلال بإسم الله